بعد ولاية أيوو وما حققه بفوزه بثمانية صوات مترونية نفسه في الانتخابة التمهيدية في ولاية نيوهام شار الولاية المجاورة لولاية ماسوشوستيس حيث كان الحاكم لمدة أربع سنوات هنا يبدو الفوز مضمون للمليونير التابع لكنسة المغمو والذي يناضل من أجل إقناع الجميع بتأكيد الناخبون في هذه الولايات الصغيرة شمال شرق البلاد يمثلون فقط 250 ألف لكن رأيهم سيكون حاسماً بنسبة لبقية الحملة الانتخابية وقبل تصويت الحاسم في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الحادي والعشرين يناير الجري نحن ولاية صغيرة نواثل حوالي مليون نسمة وهذه فرصة للمراشحين للذهاب والتواصل مع المواطنين مباشرة بدلاً من الاعتماد أساة على إعلانتنا وحبلة لجمع التبرعات فهنا نعتمد على تقليد سياسي حقيقية تمثل في سياسة القرب يمكننا اختيار المراشحين وجهاً لوجها في هذه العملية لا شك أن عميد المراشحين الجمهوريين هو الأكثر موهب رومبور البالغ من العمر 76 عاماً في نيوهامشر يقول ماذ عن البعض الآخر في الوضع الرهن ولكن الأمريكيين يريدون تغييراً حقيقياً هذا المراشح الرحل القديم يخض حملته الثانية في نيوهامشر ويتوقع أن تسمر بعض هذه الخطوة إذا كان رومن المنبوض من حزبه ومن القاعدة ليس لديه الحق في ارتكاب الأخطاء وعليه تحمل المسؤولية هنا من جانبه ريكسانترم الثاني في ولاية آيوة عليه أن يحاول تجربة والحلول بين المرشحين الثلاث الآخرين إذا حصل على درجة منخفضة سيكون مصر التوقف عن خوض السباق الرئاتي إذا حقق شخص المال مفجأة أو أحطل المركز الثاني كاريكسانترم في ولاية آيوة سيكون انتصارا ويعطى دفعة قوية لهذا المرشح في ولاية كارولين الجنوبية وإلى غيرها من الولايات هذا هو الواقع المركز الثاني يعتبر ميدالية ذهبية في نيوهامشر المعركة بين المرشحين الجمهوريين يمكن أن تشمل أي شيء مع ذا رومني ويبدو على أي حال أنها تقوم بتسلية الكثير من الديمقراطيين لأن رومني يبقي على صورته المتمتلة في سيد الانتخاب الواحد القادر على مواجهة أوباما على رغم من رفض خصومه الذين ينتقدون نقاط ضعفه بدلا من توجيه هجماتهم ضد باراك أوباما فوزرمني ليعني أن الاستراتيجية نجحت في نهاية المطاف خاصة نيدا نجح في نيوهامشر وساوت كارولينا وحسب الخبارات ستكون لعبة ناجحة